اروح للزمالك الحقيقة اللي مبارح اتغلب هزم 2-1 من زد زد الفريق الحديث والواعد الحقيقة بالعيبة على اعلى مستوى الحقيقة ادري انه هو يجمعهم السنة دي بجهاز فني محترم كابتن مجد عبدالعاطي مجلس ادارة كلهم نجوم من كرة القدم ونجوم في كرة القدم المصرية الحقيقة وعارفين ازاي بيديروا المنظومة ناج زمالك اللي في الوقت الحالي يعني الحقيقة كل الفرق هتطمع فيه عشان نبقى متفقين اخر مرة كسبت كان سموحة مكسب كبير 5-1 بعد طبعا الانتخابات وفرحت ونشوت الانتخابات وفوز كان كبير جدا على سموحة البعد توقع ان الزمالك قطر راح في حتة يعني محدش هحصله بقى خلاص حتى وانت بقى عندك مشاكل في الفلوس مشاكل في القيد لكن بعد الماتش دا وبمجلس الدارة الجديد الامور هتنطلق لكن فجئنا بهزمتين ورا بعض امبي وزد بالامس لكن تامر مصطفى قال للجميع ما تخافوش اهجموا ولعبوا هتكسبوا في الماتشات اللي هتلعبوا فيها نادي الزمال طبعا نات زمالك كبير ولكن هو بيمر للوقتي لو موقفش او اللعيبة نفسها لان الموقف دا موقف لعيبة مع جهاز فن وان الامور بالنسبة لهم لو موقفوش على رجليهم وسبتوا رجليهم كده لا الهزيمة دي مش تبقى واحد ولا تنين زي ما احنا شايفين لا ثلاثة واربعة وخمس المشاكل اللي بتحصل وبنسمع ان فيه لعيبة بتخرج من معسكر وبتيجي وفتوح واللعيبة ما خلتش فلوس وا وا وزعلانة كل دي امور انسك اللعيب بالحاجات دي انت فكر في ناديك وفكر في اسمك في الاخر هو اسم كبير اسمونات زمالك طيب عشان ابقى معاكم